بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة الأولى من الكورس الثاني الخاص ببرمجة جافا وكان الكورس الأول بعنوان أساسيات البرمجة باستخدام جافا واللي درسناه مع بعض خلال الفصل السابق الكورس الحالي أو الكورس الثاني اللي هو الكورس اللي هنبدأ فيه إن شاء الله محاضرة اليوم هو كورس مكمل للكورس السابق لكن هو هيدخل ويفتح باب كبير أو برادايم جديد بنسميه Object Oriented Programming وهذه هي المحاضرة الأولى اللي بتحمل عنوان Objects and Classes واحد لأنه نحن هكون عمنا أكتر من أكتر من لكشر أو محاضرة تحمل نفس العنوان وزي ما تعودنا هنبدأ بالعنوين الرئيسية اللي هنشوفها مع بعض خلال المحاضرة وأول شي هنبدأ في Primitive Variables اللي عشنا معها بالتفصيل خلال الكورس اللي فات ونقارن بينها وبين Objects وحنشوف شو يعني Objects شو الفرق بينها أو علاقتها مع Classes هنشوف Objects وكيف نعملهم Assignment ونضيف قيم كيف العملية Object Creation بتصير داخل الرام وهذا موضية كتير مهمة نعرف كيف بتم إنشاء Objects في الرام وأي مكان بالضبط في الرام هنعمل Processing لل Object Attributes شوف العمليات اللي عليها وآخر شي هندخل في عالم Arrays of Objects وكيف تمثيل Arrays of Objects داخل الرام طيب أولا إحنا نذكر من الفصل السابق لPrimitive Data Type هاي بنسميها Primitive Data Type اللي هي كانت الطيب بتاعها البيت والشورت انتجار long char float double وBoolean كل هادي بنسميها Primitive Data Type و الVariable من Primitive Data Type اللي بكون الطيب تاع Primitive كان only hold one value وطبعا هيكون لي Specific بورف format يعني مثلا بيجي نطلع حان لما نقول Char C Char C معناته انه اولا هاي 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 Data Type هاي Primitive Data Type وC هاي هو Variable طبعا لما يقدر الكمبيلر الكلام هاي ينفذ statement هاي هيروح على الداكرة وحيحجز مساحة 2 بايت لالكاركتر لانه هو Unicode لما نيجي نقول Integer X هاي الانت اللي بنسميها هاي ال Data Type يعني هاي هاي فورمات معينة معناته انه هاي هاي نحجز لها 4 بايت والعنوان اللي هو ال Variable بنسميه هيكون X بيشير للعنوان هاي او للمكان هاي لما نقول هنا Float A معناة الكلام انه Data Type بتاعتنا نوح Float او ال Format تاعتها Float وعننا Variable A هو العنوان الذي بيشير للمكان هاي Double ال B نفس الشي Data Type اسمها Double وهنا ال B هو Variable يشير للمكان ال Type بتاعها Double بلاحظ احنا في المثال اللي معنا هان هدولا كلهم امثلة على Primitive Variable Creation كيف احنا نعمل Creation او انشاء لمتغير Primitive تكون Data Type بتاعته Primitive ولاحظ كل نوع ال Char والانتجار Float وال Double وال Boolean وال Long الى اخره كل واحدة لها فورمات معينة لها غالب معين يعني غالب لل Char هان بنفعش نحط فيه ارقام فيها كسور عشرية وهذا عشان نقرأ منها الاحرف او characters موضوع الانتجار هاد فورمات حجمها تستوعب ل4 byte وبيقرأ فقط اعداد صحية فيها كسور لكن Float هان التركيب تعدتها والفورمات تعدتها او القالب تعدتها مختلف هي نفس الحجم 4 byte لكن الفورمات تعدتها تتعامل مع الارقام بالكسور العشرية وبالتالي الرقم لو انا بدى اخزن ثلاثة في الانتجار حيتخزن بطريقة مختلفة تماما لو بدى اخزن نفس الرقم ثلاثة في Float نفس الشي موضوع الـ وقالب مختلف تماما على Float بانه هذا 8 bytes وفقط بالفعل بيستوعب ارقام مكونة من كسور بدينا نوقف فكرة شو معنى كلمة Data Type لانه حيما في فهم كلمة Data Type فهي عبارة عن جالب بفرمات معينة احنا سمناها specific فرمات طيب فكنا نيجي نقول هنا لما نقول char C معنات انه C هنا بنسميها variable هذا متغير of type char يعني type tau character مقول انتجر X X كنا نسميها variable فعليا كلمة variable هو انه هذا موجود في العنوان الذي يشير للمكان اللي هان X فيها العنوان اللي يشير للمكان اللي هان A هي العنوان اللي يشير للمكان اللي هان B هي العنوان اللي يشير للمكان اللي هان تمام فلما نستطيع نكمل فلما نقول float or A فنقول A is variable called variable of type float double B B هان is a variable of type double السؤال هان وهذا السؤال المهم can we make custom data type يعني هل احنا بنقدر ننشئ data type غير primitive data types اللي احنا اخدناهم يعني هل ممكن ننشئ data type خاصة بينا غير char والانتجر والfloat والdouble الى آخره السؤال جواب هان طبعا ايه نعم ممكن نعمل custom data type خاصة بينا تعالوا نشوف مع بعض كيف اولا مدام الموضوع صار custom data type بطل اسمه primitive data type صار اسمه ايه non primitive non primitive data type بداية لو جينا احنا في الامثلة اللي هان ما كنا نقول انتجر الـ x بساوي ثلاتة هذا عملية creation للمتغير للvariable x وعملية assignment احنا هننشئ مكان في الذاكرة وحننخزن فيه كام ثلاث هننفس الشي هننشئ نحجز مكان في الذاكرة الفورمات تاعة float وحننقشر عليها العنوان هن اللي هو اين سمنا المتغير وحنخزن فيها اللي هي الثلاثة بوين زيرو الى اخر طبعا كلام الانحنا شفناه وهذا انعكاس اللي بيصير عندنا هنوين داخل الرام داخل الكلام هلما طبعا احنا شرحناه بالتفصيل خلال الفصل اللي فعل طيب نكمل لو احنا عايزين وعضو هو السؤال الان لو احنا عايزين توميك يعني لاتس ميك كاستم داتا تايب عايزين نعمل داتا تايب خاصة بنا احنا عمزاجنا نجايف ها بمعايير نا الان هاد الداتا تايب الجديدة مش انتجر ولا فلوت ولا ضبل ولا بوليان او اي بريميتف احنا اخذنا قبل هيك لا هاد تايب جديد هاد تايب حتى هنسميه مسمى من عنا هاد الطايب بنسميه ركتانجل فركتانجل هانا هتكون عبارة عن custom data type data type من نوع خاص هنشوف مع بعض كيف بننشؤه فبقول الان هاد بما انها custom data type يبقى بالتال هي صارت user defined data type يعني الuser احنا اللي بنحدد ال define احنا بنحدد data type هايت وهذا حتكون made of مكون من other data types يعني على سبيل المثال احنا الركتانجل تعنا هان هاد ال data type الجديدة حتكون مكون من two integer variable وحتكون مكون من one string variable فلاحظ يعني ال custom data type بتاعتنا هاي حتكون هي عبارة عن compound يعني مركبة من data type اخذناها قبل هي فلاحظ انا عند الركتانجل هان data type الركتانجل هاد هي حتكون عبارة عن data type مكون من يعني الفرمات تعدها البنية تعدها الهيكلية تعدها من اثنين variable type تعدهم integer ومن variable ثالث type تعد string وحتى انا مسميهم كمان انه هاي هو اسم length وهذا ال width وهذا color الان الثلاثة هادولة الثلاثة variable كلهم مع بعض هيكونوا data type جديدة اسمها ايه اسمها rectangle اسمها rectangle طيب فبقول لي هنا بعد احنا ما انشأنا ال data type يعني الان هاي انتجر و float و double هادو data type قديمة هاد سميناها primitive لو انا عايز اعمل الان custom data type هادو صارت non primitive ماشي كيف هننشئ الان يعني كيف بننشئ احنا variable من data type هاي الموضوع هاي هيختلف شوي عملية creation انشاء variable من type rectangle هيكون زي هيك هنجي نقول هانا data type هاي rectangle r وهذا شبيه جدا نفس النظام اللي هاي data type واسم variable لكن هانا هنقول يساوي new rectangle والقصين هادو فبالتالي عملية creation لمتغير من type rectangle هيختلف عن creation primitive data type زي هيك لما نعمل الجملة هانا هيك لعملية انشاء متغير من data type rectangle المتغير هانا رحل المتغير على الرام في مكان ما وحيحجز هنا مساحة integer وانتجر وكمان منطقة لل string للاحظ ثلاث متغير اللهم هنحدد نعمل هان فصار عندي عندي هادي انتجر وهادي انتجر وهادي اللي هي الثان الآن هذا القالب اللي مكون من الثلاث variables هدول هدا صار custom data type custom data type compound مركب من data type اخذناها قبل هيك فالآن هادي كلها صار قالب انا عندي هادي هادي هذا القالب او data type مكون من ثلاث متغيرات اثنين انتجر واحد string ماشي الان data type هادي شو اسمها هادي اسمها rectangle يعني القالب عندنا يعني لما نقول عايزين نعمل data type rectangle يا compiler يا مترجم ايش هيعمل في الرام هيرو على الرام ويحجز مكان للانتجر وجامب مكان للانتجر وكمان مكان لل string الان الكتولة كلهم المربع هاد اصبح الان كتلة واحدة كتلة واحدة هاد الكتلة الفرمات تاعتها او الهيئة تاعتها او التركيبة تاعتها او البنية تاعتها ايش نوحة نوحة rectangle فالان rectangle عبارة عن ايش هي اصبحت non primitive data type او user defined data type تمام الان هو حدث مكان في الرام هنا الان هنا مدام حدث المكان اصبح هنا عندي بدي يحط بدي شير اصبح هيجي متغير هنا وهو الار وهيخزن جوه الار هنا هو العنوان اللي بيشير على المكان هذا فالان العنوان اللي بيشير على المكان هذا كله هذا اللي احنا بنسميه variable لكن احنا عنسميه اسم جديد عشان ما نخربطش ما بين variable اللي احنا تعودنا عليهم خلينا امحي بس هان تعودنا عليهم هدولة كلهم هدولة اسمهم primitive variable هاو primitive variable data type تمام لكن هذا الار هنا هو برضو variable لكن هذا الvariable من نوع اخر لانه هذا variable من نوع non primitive data type هذا variable من نوع rectangle ايش بنسميه هنسميه انا ايه object بنسميه object او بنسميه reference variable لانه كلمة reference variable لانه هذا فعليا الار هنه هو مكان هو هنتخزن فيه العنوان الذي يشير للمكان هذا للقالب اللي هان خلاص فالان هنه R هنسميه هنه object وهدي اول مرة بنسمع في كلمة object الان فR هنه اسمها object او بنسميه reference variable ايش الطيب بتاعه off type ايش off type rectangle تمام يبقى rectangle هنه ايش اسمها برضو لها مسمة تانية اسمها class هنه الان شفنا كلمة object وكلمة class بس كلمة هيوضح معنى كمان لقدام بشكل اوضح من هيك طيب نكمل مع بعض الان بقولي لكن لاحظ في المثال اللي معنا هن X هنه بنسميه variable of type integer لكن هنه R ايش اسمها object of type ايش of type rectangle وما هو rectangle هي data type احنا عملناها بدين كانت مكونة من other data type خلاص طيب فبقول لي ايش الفرق بين اتنين المفارقة بين يعني object R وال variable X بانه لاحظ ال variable العادي can hold one value يعني ممكن بس هنخزن فيه قيمة واحدة خلاص بنفعش هنخزن فيه قيمتين X لكن object هنلاحظ ممكن يخزن اكتر من قيمة يعني ممكن اخزن انا عندي هن ثلاث قيم تنتين منهم نوعهم integer ووحدة نوع string هاي الفرق بين object وال variable فالvariable العادي بيخزن فقط في قيمة واحدة لكن object هن بتخزن في multiple of variable يعني اكتر من متغير او قيم بل كمان يعني ممكن كمان نضيف فانا الو method لمين لل object وهذا طبعا اشي more complex زي ما هنشوف في السلايد اللي بعد شو more complex objects هنا لان عايزين نعمل data type اعقد من هي يعني هن شايف التايت الكتبين let's make more complex custom data type في ال data type الجديدة هاي اسمها box فالbox هيختلف عن rectangle هاي ديك data type وهذا data type تختلف عنها فالbox هنا عبارة عن data type لاحظ هنضيف فيها more attributes و هنضيف فيها كمان methods هذا الموضوع صار ايش يكبر معنى بان فلاحظ هان data type اللي نوع box مكونة من ثلاث متغيرات اسمهم length width and height نوع integer و متغير رابع نوع string اسمه color و متغير خامس اسمه is empty نوع boolean و كمان ضيفنا ايش هنلاحظ هذولا اسمهم الشق الاول بنسميه attributes اللي عبارة كلها عن variable ضيفين كمان لا اله شايف two methods المثل اول اسمه calc area و calc volume هذولا ايش كمان method يعني اليوم الobject انا عندي او data type هذه المعقدة صارت تحتوي على عدد متغيرات زي بانواع مختلفة لاحظ عندنا و عندنا string و عندنا boolean هذول بنسميهم attributes و كمان ممكن احنا يكون ملحق مع هذول من methods كمان هذا كله هذول هذول تشكيلة الجالب تعمين data type الجديد تاعتنا اللي ايش نوحها اللي نوحها box طيب كمان مرة نفس الشي لو عايزين ننشيل الان variable من data type هاي اللي نوحها box كيف بنعمل هنجي نقول box هذا هي data type بتاعتنا b مثلا هي ساوي new box والقصين هذول 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 الجملة هان لما بننفذ هان الكمبيلر ايش رح يعمل هيروح على الرام هان هي وحيحجز مكان في الرام زي ما انت شايف هذا مكان الشق الاول فيه انتجر 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 تلاتة انتجر اللي هما تعين length والwidth والheight وبعدين variable رابع اسمه color variable خامس اسمه false وطبعا هنحنا هنضيف اللي هو التاعات الميثود اللي خاصة ب الجزء من البوكس تاعنا او ال custom تاعيب تاعيب الان لاحظ معاي هان القالب هذا كله هذا المكان كله هيك الو فورمات معين ايش الفورمات هاي ثلاثة انتجر واحد string واحد boolean وفي عنا مكانين لمين لل methods هذا القالب كله هان ايش نوعه نوع بوكس لكن بالمقابل هذا اللي هان بالأول هذا القالب اللي فوق اللي عملنا بالسلايد اللي فات ايش نوعه نوع rectangle ايش الهيكلية تاعته او تقسيمة تاعته هو فيه اثنين انتجر واحد string لكن النوع box هنا هذا data type اعقد مكونة من ثلاثة انتجر واحد string واحد boolean وفي عنا two methods كمان ممتاز الان عنا هنا هذا المكان اللي هنا هيك في الرام خلاص هذا العنوان اللي بيشير عليه سمنا variable mean b او بالاصح سمنا reference variable او بالاصح سمنا ايه object سمنا object فلاحظ هانا الان b is called object بنسميها object او reference variable شو التايب بتاعها التايب بتاعها box يبقى ايش البوكس عنا برضو بنسميه class طيب r هانا object تاني هذا الobject الفرمات تاعته او البنية تاعته data تايب تاعته ايش نوع rectangle لكن الobject b data type تاعته ايش نوع box واضح لاحظ هنا طبعا اخذينا بس امح ال scratch بقول لي هنا لاحظ كل objects attributes اللي احنا انشانان هدولة filled with initial values like array وهان نتذكر موضوع array طبعا احنا كتبين وهان فلاحظ اول ما بتم يعني لما تم تنفيذ الجملة هاي الكمبيلر قام حجز الاماكن هادي هيك بالرام وحط قيم هادي سميناها initial value فبيعب الانتجر كلها اصفار يعني الbyte والshort والانتجر والlong والfloat والdouble كلها يعملها ايش اصفار نذكرك طبعا في الفصل اللي فات لما حكينا في موضوع الarray اول ما ينشئ array والبوليان هنا في البوليان طبعا ليس الري هنا في البوليان element هيتعب طبعا هينحط فيها false والكاركتر هنا variable هيتعب كلها اربع اصفال لانه هايش union code والstring هينحط فيها null هينحط زي ما احنا شايفين في المثال اللي معنا هنا هيك هدا بنسميها initial value طيب نكمل مع بعض الان احنا عايزين نشوف طيب كيف بتم انشاء الكلام هذا عن net beans يعني احنا الكلام هذا شفناه نظرة كيف بنعمل الكلام هذا على net beans خليني انا اطلع من هنا على نفتح هاي مثلا نيجي هنا هيك طبعا مباشرة هنيجي نعمل زي ما احنا متعودنا هاي زي ما نعمل هاي java application بالاول وخلينا نسمي هادي my rectangle مثلا هادي project تاعتنا my rectangle حينشئ الى my rectangle اللي احنا استخدمناها باستمرار طبعا هادي اللي نظام كل استخدمنا سوريا كل استخدمنا الفصل اللي فات طبعا هادي كل الكم نسمي لازمانة وهنا اذكرك لما كنا نيجي هادي هو project عادي system dot add كل استخدمنا لحت زي هيك هاي print line مثلا مثلا سبيل مثال hello java مثلا ونعمل run ذكرين وهذا هو output بتاع عايزين نعمل بس نقل تحت زي هيك هاي output تاعها طيب عايزين الان ننشئ كيف بننعمل objects الobjects هنا عشان ننجي objects لازم ننشئ class فلاحظ كلمة my rectangle هاي البرنامج عندي هاي الملف فبدي هاجة هان على my rectangle وبدي هاجة هان بضغط على زر اليمين وحروع لحاجة اسمها new وهعمل هنا class java class وحنكتب الان اسم class هان هنسمي مثلا هاي rectangle rectangle ها سمي هاي rectangle وبعدين هان هنعمل finish الان صار عندي انا في عنا toque of class خلينا احاول باعرف باعرفش اذا اقدر تيجي هان نعم تنزل تحت نعم لاحظ هيك يعني اوضح شوي هنا عنا هاي الكلاس تعنا ولاحظ في class تعنا هذل لكل comment بارد انشيل عشان space الان جوه شايف هاي كلمة هاي الكلاس تعنا هنا بدي ابدأ اكتب ال attributes تاعتنا في rectangle كان عنا كنا كتبين integer length بعدين عملنا زي هيك خلاص بعدين هاي integer width تمام وبعدين كان في متغير ثالث اسمه string كنا سمنا color بس فالموضوع بكل بساطة زي هيك هان هدا هي انا بحاول اعمل انا custom data type هدا هي البنية الجديدة custom data type ايش هيكون نوحة نوحة rectangle فلاحظ انا كيف بدي انشئ object انا من هان طبعا احنا سيدنا من هاد بنشئ object انا في المين الان انا جوات المين ولاحظ انا الملفين هاي الكلاص كلهن نفس تحت نفس المجلد فباجي هان هيك بدي اكتب بدي انشئ object الان هعمل انا rectangle زي هيك وبعدين بدي اعمل هاي r مثلا يساوي new بعدين rectangle اللي هو اسم الكلاص او data tab هن نعمل زي بس بكل بساطة الان لو انا بدي اعمل run لو بدي اعمل run طبعا مش هيعمل شي بس فعليا ايش بس بس لما عملت انا run هان راح هو ورا على الرام وحجز طبعا مكان في الرام اللي هي هتكون ساعته اتنين انتجر وواحد string وصار عنا هذا object اللي هو r بيشير او مخزن فيه rectangle هي class او بمعنى اخر r هي reference variable والrectangle هي data type الجديدة اللي احنا عملناها كيف عملناها وصممناها صممناها من خلال موضوع او الclass اللي احنا شفنا طيب نرجع الان لموضوع اللي هان هيك فالان لو عايزين نعمل creating objects بعد ما شفنا المثال طبعا انشأ create project و dame my rectangle اللي عملنا وبعدين هان عملنا اضفنا تلاحظ create class ضفنا الان class احنا سمنا rectangle زي ما شفنا لازم يكون نفس الفولدر زي ما شفنا كيف ولاحظ هده هو الclass تاعنا وهنا حنبدأ نضيف نبدأ نضيف ايش الاتريبيوت الجديدة تاعتنا فاللي عنا هان شايف حطينا integer linked والwidth والcolor وكأن احنا قاعدين عايزين نعمل custom data type جديدة طيب وبعدين هانا انشأنا object كيف استخدمنا زي ما شفنا rectangle r بساوي new rectangle وهيك احنا انشأنا عملنا creation لأوبجكت جديد واش اللي هيصير هانا في الرام حيرو على الرام وهيحجز مكان وهذا المكان حيتسع لتنين انتجار واحد string وهيحط فيهم initial value يعني هيحط فتاعة المتغير تعلنك هيحط صفر والويت صفر وتاعت هنا 0 لأنه احنا اتفقنا انه بيحط initial value وهذا المكان اللي موجود بالرام هذا اللي هنا هيك لاحظ اللي حجز الكمبيلر العنوان اللي بشير له حنسمي r أو بنسمي object أو اللي بنسمي reference variable طيب نكمل مع بعض الآن بما ان احنا شفنا أو اسمعنا حاجة اسمها object وحاجة اسمها class تعال نشوف يعني نوضح اكتر في مفهوم object ومفهوم class قبل ما اشرح انا هدول خليني بالاول اوضح لك من زاوية تانية مفهوم class ومفهوم objects لاحظ هان class هو عبارة عن template أو قالب أو خريطة الآن هذا القالب أو الخريطة هي فعليا في حد ذاتها يعني ملهاش معنى في استخدام لكن اللي معنى لما ينبنى البيت يعني انا سبيل مثال هده الخريطة اللي هنا هيك هل بنفع انا اسكن في الخريطة هده الخريطة عبارة على class ولما ابني البيت اللي حيكون مطابق للخريطة هاي اللي البيت هنا هو اسمه مين هو صار الobject طيب انوضح هان كمان مرة لاحظ عنا هذا هو القالب ال cookies الآن هذا القالب ال cookies هان هو مين هو class هو اللي بدوضح لي شكل ال cookies اللي حيطلع والمواصفات تحت الحجم والتشكيلة الى اخره المواصفات تحت الان الobject هما هما ال cookies فلاحظ معي الان الخريطة هاد هاد الخريطة في حد ذاتها هل انا بنفع اسكن جو الخريطة لا هل الها مثلا ابعاد هل الها مكان لا لكن مين اللي اله مكان و اله حيز و اله عنوان اله مين البيت نفسه الان البيت اللي بقى انشيو انا هيكون نفس مواصفات اللي هان خلاص منتاز هاد البيت اللي هان هو اللي بنسميه ال object ولاحظ البيت هان ال عنوان يعني ممكن اعمل خمسين بيت من نفس الخريطة هاي فيش مشكلة زي ما عندنا قالب الكوكز انا عندي قالب واحد من الكوكز ومكان اطلع منه خمسين كوكز فيش مشكلة لان الكوكز هي ال object البيت هي ال object لكن الخريطة او القالب هم مين هم الكلاس واضح الان البيت في حد ذاته العنوان فالعنوان اللي بشير للبيت الفلاني هذا البيت رقم واحد فرضا فالعنوان اللي بشير للبيت الفلاني اللي هان هدا بنسميه ال reference variable او ال object ممكن يكون بيت تاني طبعا في عنا بيت تاني هان نفس اللي بس نعنديش في الصورة هدا برضو من وين جاي من نفس الكلاس هاد بس هدا 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 تاني ممكن نعمل بيت ثالث ممكن نعمل بيت خامس الف بيت من نفس الكلاس الان بعد ما خدنا فكرة شو علاقة الكلاس بالobject باللاحظ الobject هي حالة من instance من الكلاس يعني اوصورة مجسمة من الكلاس فتعالنا نجي نحتي نقرأ هان التعريفات ونحاول نوظف الكلام اللي شرحناه هان في التعريفات اولا ما هو الكلاس فقال الكلاس هو user defined data type نعم كلما تشفنا مع بعض احنا صممنا ال data type هاي احنا اللي رسمنا الخريطة لحان وقعدنا هان نبني في الخريطة اللي هو احنا قعدنا نفحر في القالب هان هاد اللي معناته اللي كلاس احنا اللي عملنا فهذه هي custom data type طيب ايش لها اه هاي لها attributes وإلها methods شفنا مع بعض لانه في الكلاس انا بكون من زي complex زي books مثلا مكون من attributes ومكون من methods تعريف الكلاس هو بيسميه from which objects are created اللي من خلال من هدول القوالب قد تم انشاء هادي الوبجيكت فايش تعريف الوبجيكت تعريف صارم واضح وسمبل object هو instance من الكلاس يعني صورة مجسم من الكلاس طيب تعالوا اطلع هان في التالي بقول لي هان الكلاس is a logical entity يعني هي بالفعل شي مش ملموس ولاحظ هان الكلاس الكمبيلر ما بيحجز مكان في الرام عشان لما بتم انشاء ونحجز لهش مكان لكن لاحظ الوبجيكت بالمقابل هي physical entity يعني اتذكر موضوع البيت هي physical entity ولاحظ الوبجيكت الكمبيلر هان هيعمل له allocation في الممري هيحجز له مكان في الرام لما بتم creation لل object يعني بالظبط زي موضوع الخريطة والبيت حين الخريطة هنا هي في حد تتحس هنا يعني logical لكن بنفع نسكن في الخريطة ما بنفع هل الخريطة لها عنوان هل لها حيز من الفراغ يعني لها عنوان لا طبعا لكن البيت هنا نعم نقدر نسكن في البيت الان هذا صار physical entity البيت هنا هو الobject هنا يشغل حيز من الفراغ ولي عنوان واضح المفارقة بين هذه وبين هاد طيب كمان طبعا بقول لي هنا كلام احنا شفنا احنا بنعمل declaration يعني كيف بننشئ احنا class بننشئ class باستخدام class keyword كلمة class شفنا مع بعض في المثال اللي فات في الاسلاد اللي فات وكمان لاحظ بقول لي هنا class is declared only once يعني بس احنا مرة واحد بنعمل declaration للكلاس لانو بالفعلا عندي بس خريطة واحد وعندي هنا قالب واحد لكن عايز تعمل قالب تاني يبقى انت بتحكي على different class تاني لكن لاحظ الobject هنا لا الobject هنا احنا بننشئ باستخدام new كلمة new keyword شفنا طبعا في السلايد اللي فات وممكن نCreate multiple الobject من اللي كلاس زي ممكن نحن نبني هنا عدد من البيوت من نفس الخريطة ممكن ننشئ عدد من الكوكز من نفس القالب نفس الفكرة نفس المبدأ طيب نشوف مع بعض هذا الكلام اللي احنا شفنا فاصبح الان لو عايزين نعمل قالب أو بلو برينت يعني خريطة هيك بننشئ فحننشئ الشق الاول هاي الكلاث نلاحظ هاي اسمه class والشق الاول بنكتب فيه attributes والشق التاني اللي بنكتب فيه methods هذولا كلهم هم اللي بيقونون لهم من القالب التركيبة القالب بتاعنا أو الكلاث تعنا لان لو عايزين ننشئ object منو هنستخدم من الان كلمة نيو يعني الان هنيجع على كلمة box هدا صار box عنا هدا هي user defined data type هدا هي data type الجديد اللي احنا صنعناها بدأنا وعايزين نطلع منها objects أو variables طبعا هادا احنا ترقينا من موضوع كلمة variables عشان ما نخرضتش بينه primitive variables فاحنا نسميه هان البي واحد هو اما reference variable او بنسميه object فلاحظ في المثال اللي هانا هو منشئ اكتر من object لكن كلهم اش الطيب بتاعهم طيب بتاعهم books فيش مشكلة عنا زي ما شفنا في الامتي اللي هانا فواضح الان هذا هو الشق الاول هذا هو القالب او التمبلت اللي احنا بنسميه class وهذا العالم اللي هانا عشان ينشئ من objects اتوقع ان يكون الان وضحة الصورة اللي بين المفارقة بين object والclass طيب تعال نشوف الان نعمل assignment للقيم تاعة الobject يعني نبدأ ندخل الان في المتغيرات نبدأ نحط فيها قيم عشان نشتغل عليه احنا بنعرف انه قبل هيك كده ما كنا خطنا في primitive variable كنا نقول مثلا integer int x1 بيساوي 5 حيروح على الرام حيحجز مكان في الرام عنوانه x1 وحيخزن فيه 5 هنا float x2 يساوي 3 بالfloat حيخزن 3 في العنوان x2 اللي هو هيشير ل data type نوحة او مكان في الرام نوحة float هذا الموضوع simple مباشر لكن احنا ما بنقمرش الكلام هذا ايه زي هيك في موضوع الobject في موضوع الobject احنا بنعمل access لل attributes باستخدام dot حنشوف الكلام طبعا كمان اشوى الان احنا هنا مثلا نسأل بي المثال انشاء object خلاص box b يساوي new box والاقواس هاي بنفعش نجو نقول b يساوي 5 بنفعش نخزن 5 في البي لانو كمان مرة هاي البي مش primitive data type هاي البي مش integer ولا float ولا double زي ما اخذنا قبل هيك هاي البي custom هاي complex data type الان بنفعش الكمبلر هيعطيني error لو حوالت تخزن 5 في مين في البي ليش لانو البي data type بتاعها ايش نوعه نوعه box لكن الخامسة هذا data type بتاعها ايش نوعها نوعها integer بنفعش نخزن integer في data type نوعها box بنفعش عشانك هو ايش راح يعطيني هنا error طيب شو الطريقة اللي احنا بنبدأ نستخدم فيها الobject والattributes تاعته نفس الكلام اللي حكنا بانو نستخدم ال dot يعني حني نجي نقول هنا b dot length يساوي 5 نعم هذا هي الصح وليس هذا هذا غلط اللي حيخزن لخمسة في مين هنشوف الكلام طبعا في الرام لتوضيح الصورة احنا قلنا 5 في x1 وحيخزن 3 في x2 لكن في العالم اللي هانا هيك هانا اللي هيصير عند في الرام هيجي خزن طبعا 5 في المين في المتغير length وهيخزن 7 في البيضة width يعني اللي هو في المتغير width الثاني وحيخزن 12 في المتغير الثالث الانتجر وحيخزن كلمة blue في مين في المتغير color اللي النوع تاعه string وحيخزن هنا true في المتغير is empty طبعا هذا اللي هيصير التغيير هيك احنا صار ننضيف قيم صار ننضيف قيم في جوات اللي هو objects طبعا احنا بنفعش نضيف قيمة واحدة زي ما شفنا هان لازم نحدد يعني بنفعش طبعا هذا كلام صار مرفوض لازم نحدد المكان فهنا عايزين مثلا نحط قيمة في height فحنقول ب اللي هو هاي object dot من height يساوي 20 عيتخزن 20 وين في المكان بتوقع ان الصورة الان واضحة هيك بنصير عن هدا هي عملية assignment لل object attributes وبتختلف طبعا عن الطريقة العادية تاعت primitive variable طيب ممكن ننشيهان multiple objects زي ما شفنا وهنعملهم assignment عادي جدا نفس المبدأ فلاحظ هنا في الرام يعني احنا عندي object b1 و object b2 ولاحظ لتنين data type مش نوحة box فعشان يكون لاحظ نفس القالب اللي هان هو نفس القالب اللي هان القالب اللي هان عندي 3 integer 1 string 1 boolean والمثل تعينه هان 3 integer 1 string boolean الاخ فحتلقيهم الاثنين تبك لنفس القالب وحيخ طبعا هيخذوا نفس الحييج من الرام بشكل ك initial value هيخذ اللي هنا في b1 5 و7 و12 زي ما انت شايف 5 و7 و12 وهان عندنا هيحط blue هنا b2 هيخذن فيها 10 و20 30 وred وfalse هي 10 20 30 وهنا red وهنا false طبعا لاحظ b2 هذا reference variable يحتوي على العنوان اللي يشير للمكان هذا و b1 هو reference variable أو object يشير للمكان هان اللي في values هدول طبعا السؤال هان لو احنا اضفنا variable ثالث object ثالث اسمه b3 طبعا نفس type box وعملنا كتبنا b3 dot length بساوي 15 b1 dot width بساوي 17 السؤال هانا what will happen in the ram شو التغييرات اللي راح تصير في الرام after executing these statements اولا هيحجز مكان في الرام نفس السعة هاي صح لانو type تاعها box وحيشير الها اللي هو مين b3 b3 هيأشر للمكان ها طبعا لاحظ المكان هذا اول متغير اللي هو link هيتخزن فيه 15 تاني مكان اللي هو width هيتخزن فيه 17 تالت مكان اللي هو height شو هيتخزن فيه 0 لان هادي هي initial value وبعدين المتغير البعدي اللي هو color هيتخزن فيها هيتخزن فيها 0 وبعدين البوليان is ام هيتخزن فيها false واضح النقطة هاي طيب نفس المبدأ لو جينا عملنا box p4 نفس الشي هيحجز مكان في الرام ساعة نفس الساعة لانو type بتاعها box وحييجي يخزن في الفرياب الاول اللي هو length شو هيخزن فيه 0 والفرياب التاني الوقت برضو 0 والفرياب التالت height هيخزن فيها 30 والفرياب الرابع اللي هو type تاعه اسمه color type تاعه string هيخزن فيها blue والفرياب الخامس اللي هو is empty هيخزن فيها initial value اللي هي false هذا اللي حيصير التغيرات اللي حيصير في الرام هتوقع انه هانا الامور واضحة طيب تعال نشوف مع بعض الان فعليا ايش اللي بيصير في الرام لما نعمل creation للobject طيب اولا الline اللي بيعمل creation للobject او statement اللي هي هايها او صورة طبعا مفصلة عنها بانه باجي بعمل box b1 وبعدين هنا نقول b1 يساوي new box هاد او هاد نفس الشي لكن احنا طبعا نميل الاستخدام هنا لانه هذا one line وهذا طبعا كلام بذكرنا كيف كنا ننشئ موضوع الarray نفس المبدأ طيب اولا نيجي على السطر اللي هان هاي مكتوب box b1 اولا شو معنا box تفقنا box هي هذه data type اللي شدير تاعتنا هاد الobject type هاد data type اللي هي اش اسمها class اسمها class طيب بعدين ال b1 ايش سمنا reference variable او سمنا objects هاد objects من نوع box تمام هاد الجملة كلها بتعمل يعني لما بتم تنفيذ اللي هي الشقة اللي هان اللي حاله هيك شو بيصير في الرام اللي بيصير في الرام انه حيروع على منطقة في الرام اسمها stack زي ما احنا شايفين وطبعا الجملة هاد هتكون موجودة وين في main احنا هنكون في الميثود main الرئيسية اللي هي حتمت اول شي حتمت تنفيذه لان جوات المين انا بتدكتب الجملة هاي كلها فلما يجا الجملة هاد stack داخل المكان تاع الميثود main وحيحجز مكان في الرام اللي هو اسمه بي واحد طبعا بي واحد حيتخزن فيه عنوان لسه ما حددناه انما حينحجز له مكان انه هادا بي واحد هادا حيكون اسمه ريفرانس يعني متغير ريفرانس اللي هو مرجعية ريفرانس لمكان تاني في الهيب الان لان لما يجي الجملة اللي بعديها تاعت نيوبوكس هادا الجملة كلها هي بفعليا هاد هي الابجيكت في الرام مباشرة حيرو على الرام زي ما انت شايف وحيحدز لكن وين في الرام احنا خدنا في الكورس اللي فات كان في الرام من قسمة لقسمين كنا نسميها stack والهيب كلام هذا شفناه بالأري وهذا بيرجع معنا هيدا الان اللي هو هيكون type تاعه بوكس وحيحدز لنا اللي هو مكان للانتجر لللينك والويت والهايت والكولر والبوليان والكود تاع مين تاع الميثود الآن هذا المكان اللي انحجز هذا انحجز في الرام لكن ماش الحال مش موصول مع مين معي البي واحد وهذه هي المرحلة الاخيرة اللي هي موضوع اليساوي لاحظ هانا لما اليساوي هاد يعني بديو يعمل البوند بديو يربط لمين بديو يربط للمكان هذا هيك اللي انتشأ من هان من خلال new box وهذا حيربط لليها في مين زي ما انت شايف في مين في بي واحد يعني هذا العنوان اللي هان او المكان هذا عنوانه حيتخزن داخل الvariable بي واحد واضح هذا اللي احنا بنسميها المسواة عملة عملية البوند يعني هي اللي ربطت مين او اللي هي خزنت العنوان اللي هان داخل الريفرانس بريابل بي واحد فالآن صار هان بي واحد بيشير للمكان اللي احنا شايفينه هان هيك بنقدر الان نستخدمه لكن ملاحظة هان وين موجود البي واحد موجود في الستاك لانه تم استدعاءه من المين لكن هما فعليا الابجكت في حد ذات موجود وين في الهيب وهذا كلمة قلناها قبل لكن كل شي نخزن وين موجود في الهيب وليس في الستاك طيب الكلام هذا اللي وضح اللي حكينا نقرأها بشكل سيفا بكلها نلاحظ وين ميروت لما احنا كتبنا نيو بوكس تم انشاء an object is created in the heep مع مين من الاتريبيوتس والميثو التاعته زي ما يعني تم انشاءه في الهيب لما احنا كتبنا بوكس بي واحد اللي هي الشق اللي هان لاحظ هان في reference variable بي واحد وين تخزن تم انشاءه في الستاك ممر لان هو فعليا هاد احنا استدعينا او كتبنا من خلال المين لما ضفنا موضوع الوساوي اللي هي الصين المساواة هان ايش قال اللي هان ابوند رابط هان تم رابط اللي هو المتغير اللي هان في المكان المهان او فعليا معناها عشان نكون واضحين انه هاد العنوان المكان اللي هان تم تخزينه داخل المتغير بواحد واضح طيب الان لو جينا لو كان عندي انا اكتر من objects برضو عشان نوضح لانه كتير مهم انك انت تكون فاهم كيف بتم يعني اماكن ال objects وين في ال heap وين في الرام لانه الكلام هاد حيوة يعني حنستفيد منه انه حنستفهم الاخطاء اللي بتصير معنا بعد هيك ليش فلابد انه نكون عارفين كيف عمدت تخزين بيصير داخل الرام فبقول لي انا لو عايزين نعمل two objects b1 b2 لاحظ for each new object كريت ممر لك نفس الشيء لان b1 b2 نفس ال class عشانك تلاحظ انا المربع الاحمر هان هاد مين هاد ال class كل القوالب اللي جواته حيكون لها نفس القالب يعني زي الكوكيز لانه هاد كلهم ماخدين من وين من ال data type بوكس هاد ال class حيكون عندي two objects ال object الاول بنسميه b1 لاحظ هاي ال b1 هايو والobject التاني اللي هو مين b2 الان b2 هانا يعني العنوان هاد شايفو هاد بالهزركة هاد مين العنوان هاد المكان معين عنوانه موجود ومخزن وين في b2 وهذا المكان اللي هانا عنوانه وين مخزن مخزن في b1 فاحنا هاد سمينا b1 و b2 هما reference variable او objects طبعا مثال هانا قال لي type exercise شو رح يصير في الرام ازا احنا نفذنا the following statement الانلاحظ هانا rectangle r1 rectangle r2 كله اكم object ثلاثة object شو type بتاعهم type rectangle فبالتالي حيكون عندي في مكان في الهيب مساحة هانا كبيرة هيك هاد ايش النوع تاعها نوع rectangle صح هتكون زي هيك خلاص وهنا حينشي الobject مين الان r1 والobject هانا الر2 والobject هانا r3 وهدول كلهم حيكونوا موجودين وين حينوصلوا الروابط تاعتهم جوات المثل تعمين هانا هيكون عندي r1 متخيل معاي وهان r2 وهانا مين r3 اللي هيشيروا على الاماكن اللي هان واضح هيدا فعليين هيك لازم متخيل كيف عملية creation الobject كيف بتصير داخل الرهم طيب موضوع assignment نفس الفكرة يعني نفس المبدأ الcreation صارها ولاحظ كمان نرجع كمان مرة دايما وأبدا نزل بتلاحظ في الcreation هو بيحط المين الانشيال value يعني في الانتجار والأرقام أصفار وفي السترينج النول وفي البوليان الفالس طيب الكلام احنا حكينا قبل هيد دائما اللي ببينشئ الobject بينشئ فيها الانشيال values طيب الكلام احنا نستخدم مقدام ممكن نغير القيم هادي بكل بساطة زي ما احنا هاي زي هيك بس احنا نشايفين منظر الهيب ومنظر الستاك والكلاس اللي هو ضامم اللي هو ضايف يعني ضامم الـ two objects هدول وتم إضافة القيم هاي عشر عشرين ثلاثين ريد فولس موجودين وين الـ object بيتنم اتوقع ان هنا الصورة واضحة طيب لو عايزين نعمل بروسسينج عادي جدا فيش مشكل احنا عايزين الان نشوف القيم هادة تاعت الـ attributes نعمل اي شي عادي جدا فيش مشكل بدل الامور هانا واضحة الان هادة هو هيدا القيم اللي عنا هاي الـ objects انشاهم وضفنا احنا قيم لقيم الـ objects الـ attributes ساعتهم وهي ينعكاس الكلام هذا داخل الرام في الـ stack والهيب تعال نشوف فهنا احنا لاحظ قاعد وين B1 هاي B1 B1 dot 5 dot link يبقى هيعمل مين هانا هيطبع لكم 5 هنيجع على B1 dot word هيطبع ل7 B1 dot height هيطبع ل12 B1 dot color هيطبع لمن blue لاحظ فهدي كيف احنا بنعمل processing أو access B1 is empty هيطبع لمن true جينا على اللي بعدي B2 dot link B2 هي B2 B2 dot length يعني بأشر على المكان اللي هان هان هيطبع لمن 10 B2 dot width 20 اتوقع ان الصورة واضحة B2 height 30 هان color تاع red عسبيل المثال زي ما احنا شايفين هاي وهان هيطبع لمن full جينا هان نقول B2 dot width يساوي B1 dot width شو معناته يعني القيمة وB1 dot width وينو B1 dot width هي اللي هي 7 هنخزن السبعة وين في B2 dot width فهنخزن السبعة وين بدل العشرين فهذا هتصير هانا هتصير ايه 7 نيجعل لبعديها B2 dot length بيساوي B1 dot height طيب ماشي الآن خلينا نمحي بس عشان كل يشوف عمال شغلين نحن الآن بالستيتمن هاي الان B1 dot height B1 dot height هاي ها 12 هنخزن ها في مين في B2 dot length B2 dot length يعني بدل العشرة هنخزن هانا ايش الرقم 12 موضوع بسيط تعال اطباع هدول هن بالقيم الجديدة طبعا هن المفروض انه يطبع بالاول احنا شاعمل سبعة اتقل لا ال length هن 12 ال width 7 height تحتم هزا ما هي 30 ملعبناش فيها والcolor هيبغط 2 red وهنا false نيجي نقول مثلا B2 dot length يساوي B1 dot color هن نطلع على هاد B1 dot color اللي هي ايش B1 dot color اللي هي blue تمام هنخزنها في مين في B2 dot length هن في مشكلة هن هيعطيني خطأ بنفعش لانه هاد ال data type بتاعتنا نوع string كيف بتخزن string في مين في integer فهنا اش هيعطيني error واضح النقطة هاي لازم يكون عنا ال data type compatible كلام خدنا طبعا اللي هو الفصل اللي فات طيب الكلام هضا عايزين نشوف في net beans واشنشفنا مع بعض يعني كيف net beans في class creation لاحظ high class هان هاد هاد هو class عايزين نستخدم كيف نعمل object creation هنروح على main لاحظ main method وهنعمل box b1 يساوي new box ونفس الكلام اللي احنا كتبنا في السلايد اللي فات هاد object تاني b2 وطبعا نفس القيم اللي هان هان احنا انشأنا two objects الابجت الاول اسمه b1 وفي القيم هدول و b2 وفي جوات الرام كيف صار جوات ه وبعدين output ايش هيطلع معنا الكلام شفنا يعني هان هايطبع ل7 5 7 هادي طبعا الاولى هادي الى الى line اللي هان وهادي line اللي هان وبعدين عنا هاد line اللي هان ليش تغير انا غير نحن هادي السبعة هان في b2 وال height اللي هو وهادي سبعة لكن لاحظ هادي هاي ما تغيرتش هادي 30 وهذا هيكون زي ما هو red وهذه هي false يعني اطلع على الرام انت توضح لك الصورة مثال واضح ومباشر تعال نشوف مع بعض الان موضوع المساواة في objects وطبعا الكلام هذا احسن اذكرك في موضوع array لما كنا نسوي array في بعض انا ما اعطينا two objects هي objects الاول ب 2 و b1 و b1 في القيم هدول و b2 في القيم هدول انا كنت لما عملت المساواة هان ان انا عايز انسخ القيم اللي في b2 لاحظ شايف يعني بدي انسخ القيم اللي هانا هيك ووديهم وين وحطهم كلهم هواي واحد وين في b1 هيك انا كان قصدة هيك انا عملت المساواة احنا يعني وكي ان احنا متعودين على primitive data type ببيضبط يعني مثال اذكرك في primitive ايش الفرق لما كنا نقول مثلا هاي عندنا انتجر x x y خلاص الحين نفرض انه انا كل واحد في الصفة احنا بعدين موضوع assignment لما نقول انا x تساوي y هيك احنا متعودين زي هيك لان ايش قيمة y نفرض y فيها كان 7 فرضا وهذه 5 فرضا لان قيمة 7 لتخزن في مين في قيمة x احنا متعودين هيك احنا موضوع المساواة لكن كلام هذا في primitive variable بمشي الحال لكن في موضوع objects لا بن فاش نستخدم المساواة زي هيك طب هل حيعطيني error لا ايش اللي حيصير فعليا احنا ارجع كمان مرة اذكرك هو فعليا ال b2 وال b1 عبارة عن ايش هي عبارة عن reference variable شو يعني reference variable يعني انو b2 هنا موجود في العنوان الذي يشير للمكان اللي هان اللي هو object b2 خلاص و b1 موجود في العنوان اللي بيشير على المكان اللي هان لما سوناهم في بعض جما قلنا b1 يساوي b2 شو معناته معناته ان القيمة او العنوان اللي موجود في b2 هيتخزن في مين في b1 معناة الكلام انو عندي قيمة العنوان اللي موجود هان هيصير نفسه موجود هان هان هتصير عنا ايش هتتغير الامور في الرام اذا كان عندي العنوان اللي موجود في b2 هيتخزن في b1 اصبح انو b1 هيبطل ايقشر على المكان اللي هان هيصير ايقشر عمين على نفس المكان اللي هان وهذا بالفعل اللي احنا شفناه مع بعض في موضوع الري وديه على ذلك بعد ما امنا الكلام هذا هيك تخين امحي بموفي الكود مع بعض لما جينا قلنا ب1 dot color يساوي black هالحين b1 dot color مش هاد اللي راح تتغير لانو فعليا الرابط اللي هان راح والرابط كله تحول وصار وين صار موجود هان فصار b1 dot color الرد هذي هي اللي مترحة هيصير مترحة من كلمات كلمة black واضح فصار هان الان عندي b2 و b1 بشير لنفس المكان فلو بدي اطلع الان لا لا اش بقول الان system dot dot print line b2 dot color b2 dot color اش هيطبع لعشاشة red ولا black هيطبع لمين black واضح هاد ملاحظة كتير مهمة وطبعا احنا هي موضح لك انا في الرام اش اللي بيصير بعد ما عملنا موضوع المسواة اتغير البوند اللي هان او الرابط وبدل مصار يعني شايف عنوان اللي هان اتغير فيه وصار موجود في العنوان بتاع المكان اللي هان فصار التنتين بشير نفس الobject ملاحظة كتير مهم واضح هاد النقطة كتير مهم موضوع المسواة وهذا الكلام احنا شرحنا بالتفصيل لما كنا نعمل المسواة بين الاريز فمعنا الكلام لو عايزين ننقل الاليمنت كلها يعني القيم اللي هان كلها عايزين نضيفها مثلا هان او العكس هنعملها element by element يعني حنيجي نقول هنا من غير معمل زي هيك حاجي نقول مثلا بي سوري هادي على فكرة هادي بي واحد ملاحظة وهادي بي تنين هادي طيبو يعني هدلوها عندكم بالسلايد هادي بي تنين فعنيجي نقول هنا بي واحد dot length يساوي b2 dot length b1 dot width يساوي b2 dot width b3 sorry b1 dot height يساوي b2 dot height b1 dot color يساوي عشان انسخي وبالتالي النسخ بتصير عنده قيمة قيمة زي بالضبط الاي لما انتهت الاري اللي شوفنا بالتفصيل الكورس اللي فات طيب هاذا الكلام احنا انا برمجين امورجيك ايا عشان في بتلك ولاحظت هنا لما عملت المساواة تغير البوند هنا وسويت هنا b1 dot color فهذا هتصير عنا ايش مكتوب محلها black ولما بقول b1 dot width صارت 97 وين الويد يعني بدل هان حيصير 97 يبقى التأثير عنده حيتأثر هان وليس هان لانه عند الرابط اختلف صار موجه لمكان اخر فلو بقول اللي يطبع للان b2 dot width هيتطبع هان هيتطبع 17 b2 dot color هيتطبع هيتطبع black لاحظ b1 dot width برضو هيتطبع 17 ما هم الاثنين باشر ع نفس المكان و b1 dot color برضو هيتطبع من لblack زي ما احنا شايفين في الoutput اللي هنا واضح الان طبع الoutput هنا واضح طيب الملاحظة هان موجودة هدا صار عنا فالت يعني الoutput اللي هنا هيك فالت ملوش رباط وبنفع عش كيف بدي رجعله هرجعله فش الورجوع شو نعمل فيه هدا حاجز مكان في الهيب فبالتالي هنا بيجي مين اللي حينقزنا process اسمها garbage collector garbage يعني اللي هي المهملات او زبالة collector اللي تشير عليها وحيمحيها او معنى كلمة يمحيها هيخليها المساحة هاد available لأوبجيكت تانين انما هاد اوبجيكت مااخد حيز من الرام من الهيب على الفاضة فبيجي عنا هنا اللي هو process جديدة وهدا اسمها background process احنا طبعا ما بنشوف هاش هاد automatic بعملها java background process شو بتعمل which we have no control انت بنتحكم مش فيها يعني هاد شكل automatic بنسمي هاد اسمها garbage collector اسمها ايه garbage collector شو بتعمل هاد بتعمل scan للهيب يعني بتشيك على الهيب لاحظ بعملش scan لكيش على stack بنحكي على الهيب ليش لان الهيب هو الموجود في ال object تمام وحيطلع لعالمين على unreferenced objects يعني object ملهاش ايش ملهاش bond ملهاش reference بيشير لاليها فبالتالي ملهاش يعني reference variable زي ما احنا شايفين موجوده وين في stack او حتى غير stack المهم انه ملهاش reference variable واش بيعمل فيه حيمحيهم فبالتالي ايش هيعمل هنا freeing memory حيوسلنا مساحة من الداكرة لمين لل other objects واضح شو معنا garbage collector واضح شو ال garbage collector process شو بتعمل وكلام منطقي جدا وفعليا لو مكانش موجود عندنا garbage collector مع كتر الاستخدام حينتلي عندنا الهيب لكن الهيب حيكون مليان 3 ربعة وبي objects اللي هو ملهاش reference فبالتالي وجود البرنامج ال garbage collector وجود اساسي عشان نتم عندنا البرامج الشغالة وعندنا memory او مساحة عشان نقدر نوظف objects او ننش objects تانيا طيب هذا طبعا هذا مثال نعم هادي بيقول هانا مستخدمين مش multiple objects لا ضيفين different classes وهادي ملاحظة مهمة طيب اولا احنا فيه عندنا two classes هان لاحظ لماذا معنا في الرسمة هاد الكلاس الاول اول شي OOB box هاد اللي موجود فيها المين ولاحظ المتلة هان الاخضر يدلي لانه هاد الموجود في مين في المين البوكس هتكون عبارة عن class والتريانجل هي عبارة عن class ثاني ولكن لاحظ هاد البوكس والتريانجل two classes موجودين تحت الفولدر اللي هان فهم بشوف بعض وهذا كلام هنشوف مع بعض وهادي ملاحظ مهمة الان هو ضاف لهان احنا اخذنا قبل شفنا الclass تاعة الobject اللي كان فيها الثلاث انتجر والstring وال is empty لكن التريانجل هنا فيها ثلاث متغيرات اللي نسميه الbase والheight والcolor integer integer وstring وفي عنا المثود اللي هو اسمه calcarea بس يعني هو هيك الفورمات تاعته هاذا ايش اسمه الdatatype هدي او الclass اسمها triangle فانشأ هو هنا عندنا انشأ object نوع b1 وحط في القيم 5 و 12 والكلام هات بعدين انشأ object ثاني من نوع triangle فيش مشكلة لعن هي شايف الbase والhigh والcolor اللي هم هاي هم وضح لك اياهم طيب الان هو هيجي هان بيقول لي تعال اطبع لي b1 dot length b1 dot length اه b1 اللي هي object نوع box dot length احنا هيطبع لي هنا خمس صح بعدين بيقول لي اطبع لي b1 dot length هيطبع لي 7 انا عم بقرام الكود من هان b1 dot height هيطبع لي 12 b1 dot color هيطبع لي مين اللي هو blue زي ما احنا شايفين في السطر هات اجي هانا قال t1 dot base اطبع لي هاد object واعمل access لمين لل attribute base شو مخزن في t1 dot base مخزن في 8 شو هيطبع لنا 8 height هيطبع لي set t1 dot color هاي ايش مخزن فيها yellow هيطبع الوسطر الثاني الان لاحظ هانا ايش عمل وهذا بدللك انهم بيحكم مع بعض وبشوف بعض شو انا عملت روح جيت خزنت عنا t1 dot base طب ايش t1 dot base فيها فيها 8 خزن نها جو مين b1 dot length فb1 dot length ثانا ايش صار بخزن فيها 8 مشكل عن t1 height اللي هي كام 6 هاد 6 خزن نها جو مين b1 height فصار b1 height فيها 6 الحين t1 color اللي هي yellow string خزن b1 dot color فصار b1 فيها yellow عشان b1 dot length 8 dot width 6 height لا سوري width هاد المفروض انها تتمها مش متغيرة نفس القديم اللي هي width اللي هي 7 نعم b1 dot height هاد تغيرت هاد صارت فيها 6 هاد هالكلام بأكل شي واخر شي b1 dot color yellow مع ذلك الكلام انا يعني انا ممكن يكون عندي two classes ومن كل class اعمل two objects وممكن هدول two objects اقدر يحكم مع بعض بناخد attribute هاد على هاد نساو هاد والقرن هاد فيش ادنى مشكلة طالما هيملاحظ مهم انهم كل همين classes تعين هدول موجودين في نفس نفس الفولدر هذا كلام هنوضحه اكتر في محاضرات قادمة لكن لو كان class هدا في عالم ثاني هان هيختلف معنى الامور وحندخل في موضوع ثاني وموضوع import وهذا كان واضحه بعدين طيب هاد الكود تاعنا والتأكيد وهنا بس مورجينية مع الكود طبعا انا كاتب انا عم هذا صورة منه نفس الصورة طبعا بس موضح للانوين كيف منظره داخل الرام هذا الريم واضحنا اكتر اول شي لاحظ حنا فيه object عند object الاول P1 اللي هو بيشير على object تابع للفرمات box اللي هم شايف الفرمات تاعته هاي وهذا هو النطاق تاعته وعند T1 هذا بيشير ل object تاني شو نوعه triangle لاحظ مكون من ثلاث حقول ومثود واحد فقط لكن ندربالك الاثنين هادولا عالم triangle والbox مع objects تاعته كلهم حيكونوا داخل الاطار الازرق وهذا الاطار الازرق هانا هيك اللي هو لان احنا منا جو هدا الملاحظات شايف لان هم الاثنين جو مين نفس المجلد نفس المجلد واضح طبعا كله موجود في الهيب هادول جزء المنطق هادول كله جزء ملي فعادي جدا انا ممكن اجي امسك التمانية واخزن مباشرة زي ما احنا شفنا هنا ممكن اخزن الستة عنا هان فيش موش اخزن اليا هان فيش عنا بتعامل مع بعض فيش قدنا مشكلة فيش قدنا مشكلة ممكن يكون عندي يعني different classes different objects لكن طالما من نفس الفولدر هابتال انا بقدر ايش فيه معاملة مشتركة ما بينهم طيب نيجي على حاجة انها طيب موضوع البوند اللي حكيت النية ممكن احنا نعمله نشيله مانيولة نعم السؤال هانا وهذا مثال عملنا object اسمه B1 الان في المثال تا الobject B1 can we remove the reference bond yes ممكن يعني مثال عندنا هاي B1 لما عملنا الجملة هاي هيك صار عندنا في الرام انشأ عندنا object B1 يشير للمكان هذا اللي موجود في الهيب ممتاز لو جينا قلنا هنا B1 يساوي 0 هيك احنا هنشيل من هنشيل البوند اللي هنا يعني مثال تعال نشوف انشأ هو الجملة هذه انشأ الكلام اللي هنا هيك بعدين قلنا B1 يساوي 0 لما قلنا B1 يساوي 0 ضاعتين الرابط ضاع او بمعنى اخر كيف بضيع الرابط هو فعليا بالمنطق اساسا لانه الان جوه B1 كان موجود العنوان الذي يشير للمكان اللي هن خلاص ممتاز محنا سمينا reference variable يحتوي العنوان يشير للobject اللي هن الان لما انت عملت يساوي 0 يعني انت خزنت في العنوان بدل العنوان اللي هن حطيت في 0 ف 0 يعني مش هيش لأي مكان هاي معنات انه الرابط اللي بيقول لك تعال انت هنا أنا B1 بأشرش ولا على مكان من وين هاي اللي لنكت أنا مش شايف ها وهذه ملاحظة كتير مهمة واضح طيب طبعا الكلام ماذا احنا عاملينه لاحظ انا معطيك هاي two objects B1 و B2 لاحظ وبعد ما عملنا وعبين القيم جينا قلنا هنا B1 يساوي 0 شلت البوند لو حولت انا اقول B1 dot width لاحظ هاي يعطيني error فهدول اشتغلين عنا فيش مشكلة هاد وهاد وهاد اشتغلت فيش مشكلة عشان اعطاني السطر الاول والتاني والتالت لكن لما جينا على السطر اللي هاي اعطاني exception وهنا exception ايش نوعه بسمون null pointer يعني انه ال B1 ما فيش عندي رابط بطل يشير عليهم لكن بالاول هنا فيش مشكلة كان بيشير عليهم لان احنا لان احنا ليش هانا ما زابط لان بعد الكلام هانا عملنا ايش ضفنا 0 ل B1 يعني شلنا الرابط اللي كان بيشير للمكان اللي هنا واضح هاد النقطة الان نيجي على اخر موضوع وبه نختم المحاضرة الarray of objects الarray طبعا احنا اطرقنا لالها الفصل القاد السابق بالتفصيل لكن هاد الarray هتكون مخزن فيها مش primitive data type هيكون مخزن فيها objects طيب اولا كيف بنعمل احنا array of objects الموضوع كتير بسيط اولا هذا مثال عندي هنا اجقل زي ما تعودنا في انشاء array في اي primitive data type هنجي نعمل هدا هي الكلاز تاعنا triangle شايف type بتاعها بعدين حطينا اللي هو هدا اسم الarray وكتبنا هنا new triangle 4 typical نفس ما كنا نعمل في الarray العادية بس اللهم بدل ما نكتب كنا هنا integer أو float أو double كتبنا مين كتبنا triangle اللي هو data type الجديد تاعتنا أو class بعد هيك حينيجي ننشئ هدا السطر اللي هان اللي دلالة مهمة هان هدا السطر اللي هان انه هان هو بيحجز لي في اربع element وكل element هيكون عبارة عن reference variable لكن هل هو انشاء الobject في الهيب لا متى بينشاء الobject في الهيب بالجمل هدول هان انشأ في variable او في object انشأه وربطه في مين في element الاول object ثاني ربطه في element ثاني object ثالث في element ثالث object رابع في element ونشوف الكلام هذا ومن هان بعد هدول قعدت لان انا احط قيم قعدتك شايف try 0 يعني base 5 15 color yellow نفس اللي هو المثال تعال نشوف هنا الكومنت اللي احنا كتبين هنجا اللي دير بالك هذا السطر اللي هان هذا creating the four elements in the heap each with null value وهنا ملاحظة مهم عايز وضح الكلام هذا لان كتير مهم لك تفهم كيف تمثيل array of objects داخل الرام كتير مهم اللي هان هو فعاليا بينشي the four objects of type triangle in the heap bond يعني بربط لها في كل element في الر هذا ضروري طيب فلاحظ هنا لما جينا نعب احنا طبعا جينا element الاول object الاول object الاول ايش اسمه try 0 object 3 1 object 3 2 object 4 3 لان object الاول نجيب الاتربية من base height color color base 5 height 15 color yellow object 6 16 pick object 7 17 green object 8 18 orange here اعمل for loop for integer i 0 i اقل من try dot length اسم array ذاكرين length array اخذنا الكلام هان يعني يعمل loop هنا كم مرة من صفر لحد ثلاث ثلاث اربع مرة الو عدد element تاعت lary فقال اطبع لي system اطبع لي base وكتيب لي try 0 اول شي يعني اطبع الكلام اللي هنا هو عرض لي ايهم زي ما انت شايف زي ما طبعا موضوع مباشر واضح نمر عندنا قبل بس الاختلاف عندنا هنا انو تغيرت عندي data type بدل ما كانت integer float و double زي عندي data type جديد او custom type اللي بنسميها class او triangle في المثال اللي معنا طيب نشوف الان مفهوم كيف array of objects في الرام اولا عملية انشاء الاري كانت عبارة عن مرحلتين المرحلة الاولى موضوع declaration اللي هان هي انشاء الاري بعدين انشاء objects فكانت مرحلتين فنحنا نطلع هان هاد اللي هان انشاء فعلي هان انا الر طيب اللي بيصير هان هان ايو هاد اللي try هي عبارة عن reference variable موجود وين في المين مدام في المين يعني موجود وين في الاستاك خلاص هذا في عنوان هيشير لمن هيشير لر مكون من اكم عنصر اربع عناصر وهذه اسمها 0 1 2 يعني الهمة الاول الثان الثالث الرابع اذكرك في موضوع الر اللي شرحنا بالتفصيل نفس الفكرة الان هاد الار موجود وين في الهيب صح ولا لا تلام حكينا الفصل السابق طيب لكن دير بالك initial values اللي هان ما احنا ذكرين ما احنا قلنا لما انتشي الر هو بيحط هان initial هالvalue وقلنا هان لو كان عندي القيم اللي هان هاد بدل التريانجل كانت انتجر هيحط ليهم كلهم هدول اصفار لو كان float برضو اصفار لو كان character هيكل برضو اصفار unicode لو كان string هحط ليهم null لو كان boolean حط ليهم false لو كان objects برضو objects لو كان objects برضو هيعبي ليهم كل ماش null مدام 0 يعني فعليا هاد الobject اللي هان ما بتشيرش ولا اي مكان فعليا لما انا بعديها جيت عملت line اللي هان هاد فعليا بدو ينشئ جو الهيب اربع objects هيهم اربع objects الobject الاول طبعا برضو الانشيال values اللي فيه اللهم مين الصفر والصفر والنول صح لانه هاد هو الكلاس تاعنا الانشيال value هاد الاوبجيكت الاول ايش اسمو try صفر هاي لاحظ try صفر صار الان بأشر على المكان اللي هنا الobject التاني try الواحد شايف هاي والobject التالت هاي try اثنين والobject الرابع try ثلاثة هاي فلاحظ صار هنا انا عندي try شايف كيف هاد try تشير try موجود في الاستاك لحال هاد اسم الار هاد الار موجود وين في الهيب والعناصر تاعت الار كل واحد منهم عبارة عن object وكل object بيشير على الان على object اللي موجود في الهيب حاجة قوله try مين try اثنين صح try يعني العنصر الثالث dot mean dot height عشان access مين أصل لمين للمكان اللي هان واضح وطبعا كل هادولا هما كلهم نفس مين تابعين للكلاس اللي هو train الobject هادولا تمام لما احنا عبينا القيم زي ما انت شايف بدل ما يحط اللي هو default values في زي ما انت شايف زي هيك ففعليا بالفعل بعد ما يتم تنفيذ الكود عنا هيك حكون منظرهم وين داخل الرام كتير مهم الكلام هذا لانك تكون فاهمه كيف تمثيل array of object داخل الرام طيب طبعا المثال تعنا هنا بس هنا يعني عاملين شغلة تانية انه ليش احنا ما نستخدم العلم اللي اخدنا الفصل اللي فات ليش انت عمل لي زي هيك طب ما انا بقدر اعمل for loop اعمل for loop حيلف اكمل اربع مرات واعمل creation هاي واحد الشغل التاني هنا احنا برضو ممكن نستخدم enhanced for loop لانه هادي قريه وانحنا شفنا مع بعض كيف الهلية والformat تاعت enhanced for loop واضح كلام اللي احنا حطين وهنا هيك فلاحظ عنا انا هنا منشئ اربعة objects for loop لاحظ كل ما هاي try 0 بس هذا ضروري يعني هذا لابد من وجوده وهذا عالفظ مش هيزبط معنا مين البرنامج كمان شغلة تانية بدأ الfor loop العادية احنا عاملين هنا مستخدمين enhanced for loop والenhance for loop كنا نجي نعمل النوح تاعها triangle لانه هذا الطيب تاعتنا triangle t وهنا طبعا اسم array try هنا حيلف على كل الالمن تاعت الarray اللي هما objects من t0 ل t3 اللي هما اربعة objects هنا ضايف شغلة تانية من باب انه الخيارات المفتوحة قدامنا وقال له اذا كان t.height هاي t يعني اي object الheight تاعه اكبر من 16 هو اللي اطبع لي اطبع لي الbeize والheight واللون تاعه عشان هيك اللي هيطلع في الoutput عندي هان اللي هما مين اللي هيطلع الheight وين الheight عندنا الheight 18 هذا حينطبع والheight 17 ليش لانه هذا اكبر من 16 هذا مش حينطبع وهذا مش حينطبع وفعلا تالت طلع على الoutput هنشوف الكلام هنا هنا عندنا مين الobject اللي هو التالت والرابع فقط حسب من الcondition اللي هنهان فبرضو احنا ضفنا كمان لمسة تاني بان احنا استخدمنا الforloop عشان ننشئ الobject وكمان استخدمنا الenhanced forloop وطبع نفس الفرمات هنستخدم الtype تاعت الobject اللي هو نوع triangle وهذه مين الري تاعت الobject فموضوع العلف objects صار موضوع بسيط وطبعا نحن عزز الكلام هذا من خلال الامثل اللي هنشوف في lexer status والواجبات هيك احنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتمنى تكون المحاضرة واضحة محاضرة مهمة كمحاضرة اولى ونراكم ان شاء الله اللقاء القادم ويعطيكم ألف